المترجم للقناة 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 اللي هو كما قلت انتي كان كما نقول وحنا كان معناه قوي برشا ديجا قوي برشا ديجا ننفس قوي برشا للسيتي السنة نلقا هو زادا موفيش اللي هو استوبينان لارير جوش متاع برايتون نلقا في احسن تشكيلة للسيزون هذي رودري واحده في الوسط اللي هو وسط الميدان متاع السيتي اه دي بروين من جه اخر زادا في السيتي اللي هو عنده ستاشم باس دي سيزيف ونلقا هو احسن لاعب وسط ميدان اودي غارد من ارسونال راشفورد من من توتن هام بثلاثين هدف وثمانية اسيست وبطبيعة زادا من اجموش من القاوش هالاند اللي هو احسن هدف اللي هو بستة وثلاثين هدف منهم سبع بينالتيات وثمانية اسيست دونك اذي بالنسبة للدوري الانجليزي دونك دونك خيبت امل لستر سيتي اللي رينيها دونك العوام اللي فات معنطا هزت الدوري الانجليزي رجعت دونك معنطا للدرجة الاولى كيما نقولوا راحنا بالنسبة لانجلترا دونك خيبت امل كبيرة خيبت امل زادا اللي تس يونيتد دونك كان تقلب بيت كبيرة برشا رينا ارسونال معنطا بطل الخريف في الدوري الانجليزي لكن ان بعد ان تأجز سلبية خلات ارسونال معنطا تفقد الامل روايدا روايدا معنطا في البطولة الانجليزية ورينا زادا آآ ليبربول زادا مهيش في احسن الاحوال متاحة مع آآ كلوب دونك كان دوري متقلب برشا في انجلترا بذبت ونرجع هنال اللي حكيت عليها انت يوسيما دجا آآ دجا انا كحكيت على نابولي في مخي لستر سيتي واللي صار الليستر سيتي هذك عالش خودك ما نحبش نشوف آآ نابولي آآ يسير لها كيما صار لستر السناء وعم ناول آآ كنت احكيت زادا على ارسونال ارسونال المشكلة اللي قالوها برش عباد وبرشا صحوف احكيوا فيها اللي هي عندها آآ تشكيلة واحدة ما عندهش برشا افكتيف نجم دوره في السيزان دونك هذك عليش آآ كملت الخريف آآ بطل ومن بعد آآ بديد يتراجع على المردود وبتتراجع بطبيعة معاه النتيج اما على عكس السيتي اللي هي عندها افكتيف قوي برشا كلكو سواء احداش على تيران ولا ولا ستة على البنك دونك يكفيوا على الاخر بشي خليوها تهز بطولة وتلعب على الشامبيونس ديب وتنفس على الدوريات الكل. اي وهذا هي المقارنة ما بين السيتي وآآ ليستر معنا امكانيات كبيرة برشا. نحكيو هنا فلوس. نحكيو فلوس ونحكيو زيد على انترونير ونحكيو على غوارديولا اللي بدل عقلية كاملة في الدوري الانجليزي. بعد الدورة الانجليزية عشو بش نحكيو? بش نحكيو على المانيا اللي ما زلت ما هابتتش كيف كيف آآ التشكيلة سماحني الميثالية للسيزان وما هابتتش جويز. اما المانيا منجموش منحكيوش عليها على خطر آآ ديجا بالجولة الجولة الاخرانية اللي هي البايير تلعب في جيها ودورتمون تلعب في جيها. واحدها كيفية. لحد لي فيتو. بضعب احد لي فيت كيفية انها تلخص الدوري الالباني كيفاش تعدى السناء. وصورتوك يشوفو في الاخر باييرن بواحد وسبعين نقطة ودورتمون كيف كيف بواحد وسبعين نقطة. اما الباييرن تفوت دورتمون بوخ مستاشن هدف في القورة فيراج. دونك هنه هنه نفهمه لدورة الالماني سناء كان فيه برشة منافسة. وبرشة كما نقولوا احنا برشة جمعيات قلقة جمعيات كبيرة كما دورتمون كما لايبزيك كما كما باييرن زادا. اكيد منجموش منحكيوش على البونسليجا ما غير منحكيو على زوزم لعبياتنا دوليين. اكيد. نحكينو على الياس الصخيري اللي ودع كولن. كولن اللي هبطت زادا آآ دونك آآ وكأنه تشكر في الياس الصخيري اللي يخرج من من كولن باحسائيات وارقام كبيرة برشة الياس الصخيري اللي عدى عام ممتاز في في كولن في انتظار آآ مع تلوجها القادمة بالنسبة لعبنا الدولي. ما غير ما ننسيو زادا عيسى العيدوني معيونه من برلين اللي آآ تكلاسيو الثالثة في آآ في آآ في آآ في آآ في البونسليجا. العام الجاي عيسى العيدوني بتشوفوه في الشامبيونز ليج الاوروبي وهذي حاجة تفرح برشة واخلي ننقاو واحد من اللي عبيتنا التوينسا يشارك في الشامبيونز ليج الاوروبي آآ معانتها بوروسيا دورتموند للجولة الاخيرة لللاحظات الاخيرة خسرت الشامبيونان. نحكيوها بالنسبة للباييرن وربعته معانتها احدش نعم احدش نتيتر الباييرن وكأنه حد شي ما يتبدل في آآ في آآ في آآ في اسبانيا برشلونا آآ هزة هي الليجة الاسبانية برشلونا اللي آآ بي خروج بوسكيتش وجوردي آآ ينتهي آآ حقابة ميسي والبا والبقية دونك شوفوا برشلونا جديدة بارتير من العام الجاي صانعي الربيع لسنوات تويلة برشا واحنا نتذكروا آآ نتذكروا اكزافي نتذكروا ميسي ميسي اللي اليوم آآ كان نمشين نحكيه شوي على الدور الفرنسي ميسي اليوم يرعب اخر مقابلة مع البي اس جي آآ المقابلة ان شاء الله بشتكون معه الثمانية مقابلة توديعية بشتكون الميسي في انتظار ثلاثة وجهات الميسي آآ هل انه بش يرجع لبرشلونا او بش يمشي للهيلة السعودي او بش يمشي الانتر ميامي الامريكي دونك ضيئة حاوصة بالنسبة للدوريات الاوروبية يعطيك الصحة شكرا لك عزيز احنا راجعين معكم شوية خلو نذكركم اللي بالنسبة الزوز مقابلات من الجولة الثانية اياه في المرحلة التتويش في شوتها الاول اتحاد تتويش في شعوط الاول والنادي الافريقي ما زال متقدم على النادي راضي صفيقسي واحد ابلش راجعين معكم شوية اخر